اشتركوا في القناة وصورتين حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم السلام وتشرف الأهالي في بداية المقابلة بالسلام على جلالة الملك المعظم معربين عن أصدق التهاني وخالص التبركات إلى جلالته بمناسبة العشر الأواخر من الشهر الفضيل وقرب حلول عيد الفطر المبارك متوجهين بالدعاء إلى المولى تعالى أن يعيد هذه الأيام الكريمة على جلالته أعواما عديدة بوافر الصحة والخير والسعادة وعلى البحرين وأهلها بالخير والبركة ورحب جلالة الملك المعظم رعاه الله بالجميع وتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة الطيبة والأحاديث الودية التي تجسد روح الأسرة الواحدة وترابطها وتكاتفها في هذا الوطن المعطاء شاكرا لهم هذه المشاعر النبيلة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك ودخول العشر الأواخر منه خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ محمد عمر مظفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم كلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم على الرحب والسعة في هذه الليالي المباركة إذ يسعدنا أن نلتغي بكم ونهنئكم ونهنئ جميع المواطنين الكرام والأمة الإسلامية ببلوغ العشر الأواخر من شهر الرحمة والمغفرة سائلين المولى جل جلالة بأن يتم علينا نعمة صيامة وقيامة وأن يتغبل منا ومنكم صالح الأعمال وفي ظل الأجواء الإيمانية وما يرافقها من عادات وتقاليد أصيلة يحرص الجميع على تجسيدها بأنبل الصور في موسم الطاعة والإحسان فأننا لنفخر بما تزخر به بلادنا من مبادرات ومشاريع خيرية وأنسانية نافعة يجتهد من أجلها المجتهدون بأهدافها الرحانية السامية الجامعة للصفوف والمؤلفة للقلوب لتصل بخيرها لكل مستحق ونتوجه بالشكر الجزيل لكافة المساعي المخلصة التي ترتقي بمجتمعنا المحب للخير لأعلى مراتب التراحم والمودة والأخاء الإنساني وبما يعزز تماسكه واستغراره وأنها لجهود مباركة في سياق ما نعمل معا من أجله لنماء الوطن العزيز وتقدم مسيرته الثرية بالإنجازات الرفيعة ولا يفوتنا والبحرين تحتفي بذكر اليوبيل الفضي لتولينا مسؤولية وأمانة العهد إلا أن نتقدم لكم ببالغ الامتنان والتقدير على ما أبديتموه من تمنيات طيبة وتهاني خالصة أسعدتنا كثيراً ونعتز بها أشد الاعتزاز وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ مملكتنا وأهلها ويديب علينا نعمة الأمن والأمان وأن يوفق الجميع لما فيه خير أمتنا الإسلامية وصلاح أحوالها ورفعت شأنها أنه سميع الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم كلمة أهالي المحافظة الجنوبية يلقيها نيابة عنهم السيد نوار عبد الله المطوع بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف عظيم في هذه الأيام المباركة ونيابة عن جميع أهالي المحافظة الجنوبية إن أقف أمام جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لأرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك أعاده الله على جلالتكم وعلى مملكة البحرين العزيزة بالخير واليمن والبركات سيدي حضر الصاحب الجلالة إن لقاء جلالتكم لأهالي المحافظة الجنوبية شرف عظيم لا يعلوه شرف وتوجيهاتكم السامية وسام فخر واعتزاز ودافع لبذل المزيد من الخدمة والعطاء وإن تشرفنا بلغاء جلالتكم في كل عام من هذا الشهر الفضيل يعكس حرص جلالتكم في التواصل الذي تعلمناه من جلالتكم كنهج راسخ ونبراس نستنير به ويشرفنا في هذا اللقاء المبارك أن نهنئ جلالتكم نيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم مقاليد الحكم حيث تعد هذه المناسبة تأكيدا على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات في ظل قيادة جلالتكم النيرة ورؤيتكم السديدة لرفعة مملكة البحرين ونهضتها وأنها للمحافظة الجنوبية المخلصين يدينون لمقامكم السام بالولاء والإخلاص أدامكم الله ذخرا وسندا لنا ولهذا الوطن العزيز سيدي حضرة صاحب الجلالة تشهد المحافظة الجنوبية بفضل رؤية جلالتكم أيدكم الله وبدعم ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إنجازات عديدة وتنمية شاملة ونمو متسارع من خلال إنشاء المشاريع التنموية الكبرى التي تعكس مستوى التنمية والتغدم إذ شهدت المحافظة بفضل دعم جلالتكم سلسلة من المناسبات الدولية والمحافل العالمية وقد تشرفت المحافظة بهذه الإنجازات التي وقيمت على أرضها والتي وضعت مملكة البحرين على مصاف الدول على المستويين الأقليمي والدولي سيدي حضرة صاحب الجلالة يشرفني نيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية أن نرفع لمقام جلالتكم حفظكم الله ورعاكم بالغ الشكر وعظيم الإمتنان ولسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالتكم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توجيهات جلالتكم السريدة بمناسبة الإعلان عن موسم البر الذي أسعد أهالي المحافظة وقد تشرفت المحافظة الجنوبية بتنظيم موسم بر آمن وناجح بالتعاون والشراكة مع الإدارات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة وقد تكلل هذا التعاون بالنجاح الباهر على المستوى الأمني والتنظيمي سيدي حضرة صاحب الجلالة إن توجيهات جلالتكم نبراس عمل المحافظة إذ تسير المحافظة وفق هذه التوجيهات الكريمة بتعزيز نهج التواصل الدائم مع الأهالي والمواطنين وتحرص المحافظة الجنوبية بالتنسيغ والتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية والجهات الحكومية لترسيخ الأمن والسلامة وتعزيز التواصل المباشر لتوفير أفضل الخدمات والمشاريع ضمن دور المحافظة الرائد في تعزيز الشراكة المجتمعية التي تعد نهجا راسخا وركيزة أساسية ضمن ركائز عمل المحافظة في تلبية احتياجات الأهالي وحرصها المستمر لتقديم المزيد من النهضة والتقدم سيدي حضرة صاحب الجلالة أن المحافظة الجنوبية تزخر بالإرث التاريخي والعمق الاستراتيجي والوطني وبمعالمها التاريخية والثغافية إذ تشهد المحافظة إنجازات متواصلة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المواقع التاريخية والمرافق الحيوية كترميم العيون الطبيعية والتاريخية ومن أبرزها عين لحنينية التي تم ترميمها مؤخرا وتعتبر معلما بارزا من تاريخ مدينة الرفاع العريقة وكذلك افتتاح المرافق الخدمية والمشاريع التنموية وكل ذلك يعتبر مصدر فخر واعتزاز لدى جميعها للمحافظة شاكرين ومقدرين دعم جلالتكم اللامحدود الذي له بالق الأثر في تحقيق الإنجازات الرفيعة لمملكتنا الغالية وذلك ضمن رؤية جلالتكم السديدة انطلاقا من رفاع العز مرورا بمدينة عيسى ومن مدينة خليفة إلى جزر حوار سيدي حضر الصاحب الجلالة في هذا اللقاء الميمون نؤكد لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم إن أهالي المحافظة الجنوبية هم أبناءكم المخلصون وجنودكم البواسل الذين يدينون لجلالتكم بالولاء والإخلاص ونعبر لجلالتكم بعظيم الفخر والاعتزاز لخدمة هذا الوطن العزيز في ظل غيادة جلالتكم الحكيمة وفي الختام يشرفني يا صاحب الجلالة أن أعبر لجلالتكم عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذا اللقاء التاريخي الذي يعد أشرف وأسعد اللحظات سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم وأن يجعلكم ذخرا وسندا لمملكة البحرين وشعبها الوفي وأن يعيد على جلالتكم شهر رمضان المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يتقبل من جلالتكم ومنا صالح الأعمال ودمتم بعون الله سالمين موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تشرف سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتقديم هدية تذكارية باسم أهل المحافظة إلى جلالة الملك المعظم هذا ورفع أهل المحافظة الجنوبية خالص التهاني وأطيب التبركات وأجمل التمنيات إلى حضرة صاحب الجلالة بمناسبة اليوبل الفضي لتولي جلالته مقالد الحكم في المملكة معربين عن عظيم فخرهم وبالغ اقتزازهم بقيادة جلالته الحكيمة وبما تحقق لمملكة البحرين بفضل نهجه السديد من إنجازات حضارية وتنموية شاملة وما شهدته من نقلة نوعية في مسيرة النهضة الحديثة التي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة مؤكدين أنهم ماضون على نهج الأباء والأجداد في الولاء للوطن وقيادته حفظه الله معربين عن سعادتهم بهذه اللقاءات المباركة التي يحرص عليها جلالة الملك المعظم مع جميع أهل البحرين والتي تعكس التلاحم والتواصل الوثيق بين القيادة والمواطنين وبما يليه أيده الله من رعاية واهتمام للمحافظة الجنوبية وأهليها الكرام وبما تشهده مختلف مناطقها من مشروعات حديثات الموية وخدمية وإسكانية بفضل توجيهات جلالته السديدة راجين الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها تحت قيادة جلالته الرشيدة من جانبه رفع اسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية نيابة عن أهالي المحافظة أسمى آيات الشكر والتقدير والإمتنان إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة اللقاء الميمون الذي جمع جلالته بأهالي المحافظة مؤكدا أن هذا اللقاء يعد من اللحظات التاريخية العامرة بالمشاعر الصارقة للتعبير لجلالته عن الولاء والوفاء والإخلاص والبيعة كما رفع سمو المحافظ أسمائيات التهني والتبركات لعهل البلاد المعظم بمناسبة اليوبيل الفضي لمرور 25 عاما على تولي جلالته مقالد الحكم مؤكدا بأن المملكة شهدت في أهد جلالته الزاهر محطات مضيئة وإنجازات وطنية وتنموية شاملة وأعرب سمو المحافظ عن فخره بالنهضة الشاملة التي تشهدها المحافظة الجنوبية بفضل توجيهات جلالته من خلال إنشاء كبرى المشاريع التنموية وتحقيق المنجزات النوعية حتى أضحت المحافظة نموذجا للتقدم والتطور في المشاريع التي تنفذ بالتنسيق والتعاون مع الحكومة بفضل حرص ومتابعة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر